زرع الشعر ده موضوع تاني بقى ده زرع الشعر ده بياخد بصيلات شعر يحطها بس خلي بالك انت خدت من منطقة غانية بجين ضد جين الصلع يعني انت لو بشوف واحد اصلع بتلاقي ازاي بتقول الحتة دي صلع تبودول عاديين مش عاديين يعني بقى اقل طبعا من الاول يعني بس موجودين يبقى الحتة المتأثرة دايما في الراس فين هي دي لما بييجي مركز يحقن بيحقن فين هل بيحقن هنا بيحقنش هنا هو بيحقن هنا بس والبخخات اللي انت هتاخدها برضو هنا بس للراجل يحط تلات بخات هنا وتلاتة هنا الستات هتحط تلاتة هنا بس في النص نص برعة الراجل لو هي خمسة في المية لو لقت الاتنين في المية بتحط ست بخات فيه احتياطات للبخخات دي طبعا اول حاجة لازم يبقى فيه ده الجوانتي لابس جوانتي بالنسبة للبنات بالذات لو هو حد هيحبت يعني لان انت عايز هنا شعر بس مش عايز هنا شعر طب تفصل دي عندي ازاي ما هو الشعر يجي كده يجي عليه لازم تستعمل جوانتي انا ممكن تحط البخخات دي وبعدين تعمل تدليك البخخات دي بعد ما انت تحطها تعمل تدليك واقول لك ليه بتفرش المادة دي لانا عملتش تدليك ده وحطتها في حتة لوحدها ممكن تعمل زي اشر الشعر وهو مش اشر شعر دي مادة نشفة لازم تفرشها وكمان علشان تغطي لك الحتة دي كلها انت مش تحط بخات هنا على الشعر لانت بتفرق وتحط على الفروا بتحطهاش على الشعر لما تحط تلت بخات هنا وتعمل تدليك وهي مش لابسة جوانتي وبعدين عملت ايدها كده يبقى هنا ممكن يطلح شعر انت بتحط المادة ضد الشعر نامت الشعر جيه على المخدة ومنها على الوش يبقى انت زودت هنا ده لازم تتفصل فلازم اللي هيستعمل بخخات لازم هيلبس بنيه عند النوم يعني حاجة تلم الشعر تفصله عن هنا ولازم استعمل جوانتي وإلا المادة نفسها ممكن تمتص من اليد هنا طلع الشعر الجسم كله يعني ايه اكبر عيب لمادة انا خدتها تطلع لشعر الراس بس بس خدتها بلع يعني فيها دواء في الصدليات تطلع شعر الراق يعني هم قالين عليها كده ان هي بتزود الشعر والضوافر مثلا مواد من غير مسكور اسماء يعني دي طب هي هتزود شعر الراس بس يعني هتزود شعر الراس والجسم طالما خدتها بلع يبقى المواد اللي تزود الشعر والضوافر بلع انا بفضلهاش لانه ممكن تبقى النتيجة بتاعتها عامة يعني لو هي نفعة يعني مش نفعة اصلا بس افرد نفعة هي برضو عبارة عن مادة بتحسن تدورة دموية في الشعرات الطرفية فتفيد بوصلات الشعر اه بس هتزود شعر الجسم كله بالنسبة للستات يبقى دي ما اتخدش فالافضل في الشعر موضعي وجوانتي وبعد ما تحصل البخ ده الشعر يتلف ويبقى معزول علشان ما يحصلش ان المادة دي تيجي هنا المواد اللي هي تحسن شعر ايه تاني اكتر مادة تحسن شعر فواتح الشهية تقولي طيب فواتح الشهية دي المادة اللي فيها دي مهضمات طب ما هي مهضمات اه بس الاكل اللي انت كلت والتغزية اللي انت كلتها علجت لك اهم حاجة اللي هي اول ما يحصل ضعف في الجسم الشعر يوقع يبتدي الشعر يوقع لان انت اي ضعف في الجسم يخلي الشعيرات الدموية الطرفة يتقل قال لي تبقى ايه اول حاجة يحصل تلاقي الشعر بيسقط المفروض ان الشعر بيحصل تبديل ليه كل يوم يعني فيه سقوط طبيعي في الشعر كل يوم بس قليل طبعا حتى تميت شعراية وبتاعه وتعد انت بش تعد شعر لكن انت بتعمل ايه هو معدل معين انت ماشي عليه عارف كل يوم انت قد ايه ببس فجأة لقيته بينزل كتير مش طاعد تعد انت طاعد تعد وتقول انا في وضع غير طبيعي تلاقي الشعر بيسقط امتى اخد علاج للشعر لما قلقى الفروة هنا ابتدت تكشف بس طب بيسقط شعر كتير بس دي غزيرة زي ماهاي اسيبها زي ماهاي ترجمة نانسي قنقر